بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا قد تعرفنا في اللقاء السابق أن العالم عاش في الفترة ما بين 1945 و 1962 أزمات خطيرة كادت أن تؤدي إلى قيام مواجهة عسكرية نووية مباشرة بين الطرفين الأمر الذي ولد حالة من الذعر والخوف والرعب حتمت على طرفي الصراع الجنوح نحو تهدئة والسلم وهذا ما سنعالجه في وضعيتنا التعلمية لهذا اليوم تحت عنوان مساعي الانفراج الدولي فما هو تعريف الانفراج الدولي؟ الانفراج الدولي هي تلك الحالة من الهدوء وخفة حدة التوتر في العلاقات الدولية بعد أزمة كوبا سنة 1962 هذه الحالة هي ثمرة سياسة جديدة بادر بها الاتحاد السوفيتي منذ سنة 1956 على لسان الأمين العام للحزب الشيوعي السوفيتي نيكيتا خوروتشوف والتي لقيت تجاوبا من الطرف الأمريكي وهو معرف بسياسة التعايش السلمي عزيزي الطالب هل تتصور أن هذا التحول السلمي في العلاقات الدولية كان خيارا أم حتمية وضرورة؟ أكيد أنك تيقنت من خلال فهمك لأصراع الدولي بين المعسكرين أن هذا التحول السلمي في العلاقات الدولية كان ضرورة ملحة فكيف كان ذلك؟ عزيزي الطالب هناك مجموعة من الأسباب والعوامل والدوافع التي أدت بطرفي الصراع إلى الجنوح نحو التهدئة والسلم فما هي أهم هذه الأسباب؟ أهم هذه الأسباب التي أدت بطرفي الصراع إلى الجنوح نحو التهدئة والسلم نذكرها فيما يلي أولا توازن الردع النووي نتيجة السباق نحو التسلع وذلك بامتلاك كل من الولايات المتحدة الأمريكية السلاح الذري سنة 1945 ونعرف جميعا قنبلة مدينتي هيروشيما ونقازاكي اليابانيتين في أوت 1945 والسلاح الهيدروجيني سنة 1952 قابلها امتلاك الاتحاد السوفيتي السلاح الذري سنة 1949 والسلاح الهيدروجيني سنة 1953 دون لا ننسى السواريخ العابرة للقارات والحاملة للرؤوس النووية ثانيا تحول التنافس والسراع إلى غزو الفضاء حيث سعى كل طرف إلى أخذ الأسباقية في هذا المجال حيث نجح الاتحاد السوفيتي ولأول مرة بإرسال مركبة سبوتنيك واحد وسبوتنيك ثنين سنة 1957 هذه العملية مثلت طفرة نوعية في هذا المجال أو طفرة ظاهرة في هذا المجال تلتها إرسال أول رجل إلى الفضاء في 21 أبريل 1961 وهو يوري جاقارين هذا ما شكل صدمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي ردت بإنزال المركبة أبو لحداج على سطح القمر سنة 1969 السبب الثالث هو التغير الذي طرأ على قيادة كل من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للاتحاد السوفيتي وفات جوزيف ستالين في 5 مارس 1953 وهو الذي عرفت في عهده فترة شدة الحرب الباردة وهو الذي كان يلقب بالرجل الفولاذي قابلها من ناحية الولايات المتحدة الأمريكية خسارة هاري ترومان في انتخابات نوفمبر 1952 وحلول محلهما شخصيات ميالة إلى التعايش السلمي فبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وصول دوايت إيزنهاور إلى الحكم وبالنسبة للاتحاد السوفيتي وصول خروتشوف إلى السلطة السبب الرابع ويتمثل في تأثير الخلافات داخل المعسكرين على غرار الخلاف الفرنسي الأمريكي والذي أدى بانسحاب فرنسا من الحلف الأطلسي سنة 1966 والخلاف الصيني السوفيتي إزاء سياسة التعايش السلمي وهو الذي أدى بالصين الانسحاب من الصف السوفيتي سنة 1959 عزيزي الطالب لا شك أنك أدركت أن جنوح طرفي الصراع إلى السلم هي حتمية عوامل ودوافع فهل كانت هذه العوامل والدوافع كافية بطبيعة الحال لم تكن كافية بل عززتها ظروف دولية أعزاء الطلبة بعدما تنولنا أسباب ودوافع جنوح المعسكرين إلى السلم السؤال المطروح ما هي الظروف التي ساعدت على جنوح المعسكرين إلى السلم لقد ساهمت مجموعة من الظروف الدولية التي كانت سائدة فيما بين 1945 و1962 في دفع طرفي الصراع إلى التهدئة والتقارب ومن أهم هذه الظروف نذكر أولا خطورة الأزمات الدولية وتأثيراتها على العلاقات الدولية وهي التي وقعت في إطار الصراع بين المعسكرين نذكر على سبيل المثال أزمة كوبا سنة 1962 وتأثيراتها العالمية هذه الأزمة التي كادت أن تتحول إلى حرب عالمية ثالثة لكن هذه المرة كادت أن تكون حرب عالمية ثالثة نووية بين المعسكرين ثانيا تشكل العالم الثالث وظهور حركة عدم الإنحياز سنة 1961 هذه الحركة التي سعت إلى التأثير الإيجابي في العلاقات الدولية وذلك بدعوة المعسكرين إلى نبذ الصراع وتسوية المشاكل بالطرق السلمية وكما نعلم أن هذه الحركة فعلا تمكنت من التخفيف في حدة الصراع بين المعسكرين ثالثا ضغطات الرأي العالمي من جهة ودعاة السلام من جهة أخرى على غرار الكنيسة البابوية والجمعيات غير الحكومية في القارة الأوروبية للمطالبة بإنهاء الصراع الدولي وتجنب ذلك الصراع خامسا التكاليف المادية والبشرية الباهضة التي كان يكلفها الصراع بين المعسكرين وعلى سبيل المثال نذكر الأزمة الكورية التي أدت إلى وفاة حوالي أربعة ملايين ضحية عزيزي الطالب لا شك أنك أدركت أن تقارب المعسكرين وجنوحهما إلى السلم في مطلع الستينات من القرن العشرين كان فعلا خيارا حتميا أملته تفاعل عوامل داخلية وظروف دولية ولتعميق مفهوم الإنفراج الدولي إليكم هذا السؤال وهو عبارة عن مراجعة لما سبق أبرز مظاهر الإنفراج الدولي وفي الأخير نتمنى أعزائي الطلبة أنكم استفدتم من هذا الدرس أو من هذا اللقاء إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته